عشان بعد فترة العراء يكون جاهز ان شاء الله يكون موجود ضمن الصفوف لان احنا بنحافظ دايما على الامكانيات والقدرات البشرية لأبرز اللاعبين اللي بيكونوا موجودين في القلعة الحمراء الجزئية بقى المتعلقة بالنحية الأسرية والعائلية وده شيء متبع داخل النادي الأهلي الصور اللي انت شفتهم عادي دلوقتي في أقصر من وسيلة عبر السوشيال ميديا سواء تويتر أو انستجرام ردود فعال اللاعبين زملاءه كمان اللاعبين بتتكلم بقى في جيرالدو علي معلول كمان اللاعبة اللي موجودة في النادي الأهلي أحمد فتحي حسام عشور رامي ربيعة وليد سليمان هنا بتتكلم بقى عن مكانة وقيمة النادي الأهلي رغم كل الكلام اللي بيتكتب ورغم كل المعلومات اللي ممكن تتكتب في موقع أو آخر لكن في النهاية تبقى الصورة الطيبة اللي احنا شفناها دلوقتي من خلال هذه مواقع التواصل الاجتماعي مع أخصر من اللاعب وبالتكيكت في جلسات مغلقة ممكن تفاصيلها ما تطلعش للإعلام لكن في النهاية الصورة اللي احنا شفناها دلوقتي دي اللي بتدي المدلول أن النادي الأهلي حريص على التعامل بشكل احترافي مع كل اللاعبين حريص على مصلحة النادي حريص على مصلحة اللاعب حريص على مصلحة الفريق وفي النهاية ده النادي الأهلي وليد أظهره فترة طيبة إن شاء الله مع الاتفاة السعودي نتمنى له التوفي يا رب وفي انتظاره بعد الست شهور إن شاء الله عشان يكون لانطلاقة مختلفة الفترة اللي جاية تعلينا على ده الكابتن سيدة الحفيزة مدير الكورا النهاردة أكد أن النادي تسلم البطاقة الدولية لللاعب السنغالي أليو باجي مهاجم الفريق الجديد اللي خلاص انتظم في التدريبات الجماعية بدءا من اليوم أليو باجي بعد ما انضم في نهاية الأسبوع الماضي الجهاز الفن والجهاز البدني بعد ما استلم التقرير عن اللاعب من خلال مشاركته في الست شهور الماضية مع ربيد فيينا النمساوي من خلال هذا التقرير والتعرف على مواصفات وإمكانيات اللاعب وفكرة بالتأكيد القياسات الطبية والبدنية اتحدد برنامج بدني بعد ما أنهى البرنامج البدني النهاردة أليو باجي كان موجود في التدريبات الجماعية مع الفريق طبعا مهم جدا في التوقيت الحالي رسالة للجمهور أي لعب ينضم للنادي الأهلي مهم جدا لا تضعه في مقارنة مع أي لعب وتعطي كل الأمور حسب حجمها ووضعها عشان ما يكونش فيه أي ضغوط على لعب جديد لأن انت في النهاية بتلعب لعبة جماعية مش لعبة فردية مفيش نادي أو مفيش فريق بيتوقف على لعب إمكانيات اللاعب بتظهر من خلال المنظومة اللي معاه وإن بلح كنت اتكلمت معاك وقلتلكو النادي الأهلي بيمتلك أفضل كواليتي وأفضل لاعبين في الدور المصر بل بالعكس من خلال أرقام وإحصايات ذكرنا بالأمس أن فيه أرقام أكدت أن فيه لعبة في النادي الأهلي ما فيه زيها في الدور المصر من الناحية الفنية والقوة البدنية وأيضاً كمان من الإمكانيات المهرية والإمكانيات الفنية فبالتالي أليو باجي إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية حسب رؤية ريني فايلر طبعاً المدرب السويسري في النادي الأهلي عنشوف إمكانية استعادته وجاهزيته للمباريات القادمة طبعاً عنشوف خلال الـ 72 ساعة القادمة هل ممكن يكون موجود مباراة النجم السحلي مش هنسبق الأحداث في النهاية في جهاز فني عارف التوقيت الحالي إمتى يدفع باللعب وإمتى يكون جاهز للمباريات الجاية وإن شاء الله بإذن الله أليو باجي هيكون إضافة قوية جداً وده مش كلام نحن ده كلام كل الناس اللي اشتغلوا معاه في الفترات السابقة وكلام حتى لعبين أجانب ولعبين من السنغال عارفين إمكانيات هذا المهاجم الشاب اللي إن شاء الله هيكون إضافة قوية جداً في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة كابتن سيد قال إن البطاقة الدولية للسنغالي أليو باجي وصلت إلى النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة القليلة الماضية وللنجراءات تقيد باجي في القائمتين المحلية والإفريقية بدأت على الفور بعد وصول البطاقة الدولية للعب طبعاً أليو باجي ووقع للنادي الأهلي بشكل رسمي لمدة أربع سنوات ونصف تبدأ من شهر يناير الجاري لتدعيم خط هجوم الفريق في الفترة القادمة بإذن الله يكون إضافة قوية جداً وبإذن الله يكون لي دور بشكل إيجابي وبناصل كل الثقة في فلسفة ريني فيلر تحديداً في الدفع باللعابة الجدد وإزاي يقدر يستفيد بيها بشكل جيد وإزاي بيقدر يوظفه بشكل مناسب جداً لطريقة اللعب وخطة اللعب بالنسبة للفترة اللي جاية ويبدو من المشهد العام إن إحنا بإذن الله مقبلين على فكرة كوالة لعابة وده نقطة بقى مهمة ركزه فيه قول فترة الجاية النادي الأهلي بيشتغل على فكرة كوالة لعابة تقدر تفوز بالبطالات الإفريقية لمرحلة زمنية طويلة زي ما حصل في المرحلة الزمنية من 2005 حتى 2008 وصلت لنهائي دورة بطالة إفريقية أربع مرات فوزت بيها ثلاث مرات وفي مرة 2007 لم توفق نتيجة ظروف تحكمية كلنا فكرينها أيام مبارات عبد الرحيم العرجون مع النجم السحلي إذن تخطيط قطاع الكورة بيتعامل على فكرة تكوين فريق قوي جداً بالنسبة للسنوات القادمة بدءاً من انتقالات يناير أو حتى صيف العام الماضي بالفترة الجاية كمان والشغل بالتأكيد جاري في هذه الجزئية على كوالة اللعيبة الأجانب على كوالة اللعيبة المحلية على فكرة تصعيد الناشئ اللي ممكن يكون إضافة للنادي الأهلي خلال السنوات القادمة قلت لكم كمان إن باجي شارك النهاردة في ماران الأهلي بالكامل وده شيء طيب النهاردة بنتكلم يوم الأربع المباراة يوم الحد عندك مساحة زمنية وطبعاً فلسفة ريني فيلر مفيش حاجة اسمها إن فترة النلعاب لو جاي جديد ممكن يقعد شهرين ثلاثة على ما ينسجم قصة دي عند المداربين الأجانب مش موجودة المدارب الأجنبي طالما جاب صفقة عارف إمتى هيستفيد بيها وإمتى يقدر يدفع بيها في الفترة اللي جاية كابتن محمود الخطيب قدامكم على الشاشة وفي الصورة كان النهاردة حاضر التدريب وطبعاً كان بيتابع عن كذب فريق النادي الأهلي وإزاي بيستعد المباراة النجم السحلي وفي توقيتات معينة مهمة جداً طبعاً هذه الزيارات وهذه الاجتماعات من أجل شد المؤذرة وحس اللاعبين بالتأكيد واللعابة بالتأكيد طبعاً لعابة خبرات وعارفين أهمية المرحلة الجاية وعارفين بطولة إفريقيا هدف وغاية لدى جماهير النادي الأهلي بشكل عام فطبعاً كان فيه جلسة مهمة جداً للكابتن محمود الخطيب اجتمع بالكابتن سيد اطمأن على حالة اللاعبين على هامش المران أيضاً كمان تحدث مع ريني فيلار بالنسبة للمرحلة الجاية والاستعداد لمباراة النجم السحلي في النهاية بإذن الله كل الكلام الإيجابي ده اللي بإذن الله إن شاء الله يتم ترجمته على أرض الواقع بقى في المباراة الإفريقية لأن احنا بالتأكيد الانطلاقة الإفريقية بإذن الله بننتظرها من مباراة النجم السحلي وهي مباراة بسلس نقاط وعندك فرص كثيرة جداً للتأهل إلى الدور ربع النهائي الدور السمانية والحمد لله الأهلي فيه موقف طيب جداً طالما المسألة في إيدك وتقدر تكسب المباراتين وتتصدر المجموعة هيبقى شيء طيب جداً لكن في النهاية فكرة بقى دوري التمانية والمواجهات اللي هتبقى معا مين ده موضوع سابق لاوانه والقصة مش هتختلف كتير سواء انت طلقت أول أو تاني لأن في النهاية مواجهات دوري التمانية هتبقى مواجهات صعبة سواء فرق المركز الأول أو فرق المركز الثاني البطولة السنية دي أصعب كتير جداً من بطولات تصابقة وفي النهاية بس مهم جداً أنك تتمنى أن يكون عنصر التوفيق موجود معاك في مثل هذه الأحداث وفي مثل هذه المباريات طيب ده على مستوى فريق القرى اللي بيستعد خلال الفترة اللي جاية وبالتأكيد هيكون فيه معسكر ليلة المباراة يوم السبت القادم أو حسب رؤية فيرار ممكن يفقن في 48 ساعة 24 ساعة حسب ما هو شايف الحالة في التوقيت الحالي ودرجة التركيز قبل مباراة النجم الساحلي عندنا مروان محسن الحمد لله ظاهر بشكل طيب في الفترة الأخيرة وزي ما احنا عارفين على مروان محسن وقدرات مروان محسن قدامنا كمان حسين الشحات وليد سليمان كنا نتمنى بالتأكيد وجود رمضان صبحي في هذه المباراة لكن الجهاز الطبي طبعا للأسف أعلى أنه لم يكتمل شفاقه وإن شاء الله يكون جاهز بقى لمعمعة شهر فبراير فترة جاية فيها معمعة مباراة